اشتركوا في القناة بهذه الشخصية هو من أسرة فنية عريقة جدا عبد الكريم الشيخ كان متميز بأدب المديح وأيضا رحمت الله الشيخ واحد من رواد أغنية الحقيبة السودانية هو وأشقاءه وشقيقته أيضا جملوا وذن الشعب السوداني بأعمال كثيرة جدا نسعد في هذه الحلقة أن نستقبله ونقول له كل سرين تطيب ومرحب بيك عودا حميدا في السودان وسامى الشيخ مرحب بيك مرحب بيك أخ أحمد أشكرك شديد لهذا التقديم الجميل وإن شاء الله السودان ينعم بكل خير وبركة ببركة هذه الأيام المباركة إن شاء الله وسامى طوالة عاوزين نبدأ الحوار بالبدايات لكن بداية كانت مختلفة قمت في بيت عامر بأدب المديح ومعتق بأغنيات الحقيبة الجميلة وزي تخيل لي يعني يتخيل لنا والناس اللي بيشوفونا قادرين يتخيلوا الآن الجو العام كان عامل كيف يعني في البيت فقدو وريني من وينتوا صغار يعني قمتوا لقيتوا الفن في البيت هل كان في صوالين كان في ملتقيات لأفراد الأسرة واللي ناس اللي يخصون أنتم منهم درمان يعني برضو ناس من درمان الفن لما نطلع منهم درمان بيطلع مزبوط يعني والله يا أخي والحياة شكرا لهذا التقديم برضو الجميل يعني للأسرة وكده حقيقة طبعا يعني الإنسان زي ما بقوله ابن بيئته فدائما أنت يعني لما تنشأ في جو يعني دائما حاجاتك بتكون بتعبر عن الجو اللي أنت جيت منه فحقيقة البيت يعني له أثر كبير جدا جدا وأنا أول حاجة بترحم عليه روح الوالد ويعني ربنا يعني تغمق بواسع الرحمة والمغفرة يعني كان مميز جدا جدا بالنسبة لنا يعني كان يمتلك صوت تحنجرة جميلة جدا جدا يعني دي أثرت فينا كثير جدا جدا يعني كلنا في البيت والعم رحمة الله الشيخ برضو يعني عليه الرحمة فأكيد يعني أنت لما تجي في جو بتاع أصوات جميلة زي دي كدا ويعني كل الأسرة أخواني برضو أولاد عمي يعني برضو فيهم البغني وكدا وفيهم يعني بكتب ويعني جومه شحون بال ما زالت خليه اللي بدع لما نكون تحت رعاية الأسرة بيكون جميلة يعني إحنا الآن مشكلة بيتواجه كثير من الشباب البادين إنه أسرهم بتكون رافضة رفضة لدخلوا مجال الفن لكن لما الأسرة تكون داعمة للإبداع ده فبالتأكيد حيطلع يعني إبداع عنده رسالة ما في شك أكيد يعني لكن دا زمان كان الرافض الآن طبعا يعني الناس كلها بيقدت تفهم وباحتبار أنه الفن قيمة يعني إنسانية سامية ولكن أكيد يعني دعم الأسرة ووقفتها معاك وتشجيعه لك وتزوقه للشيء أنت بتعمل فيه أو يعني إبادلوك بنفس الإحساس أو يدوك يعني الدافع يعني أكيد بديك دفعة قوية جدا جدا يخليك إنك أنت تكون يعني تسعة لإنك أنت تقدم أفضل ما عندك يعني والمدرسة برضو كده يعني برضو أنا برضو بشكر أسازتي يعني في كل المراحل يعني وخصوصا المرحلة المتوسطة يعني كلهم وقفوا معنا وكده لأنه فترة المتوسط برضو الزول بيكون في مرحلة حرجة جدا يعني أنت تكون يعني فترة المراهقة وكده فبتحتاج لي عناية خاصة حقيقة يعني يعني اهتموا بينا شديد جدا أنا تحديدا يعني كنت في المدرسة دي يعني بجد رعاية من يعني خفير المدرسة يعني البارة بتاع تزامر والحي لا يطرد ما كانت بتلازمك في المدرسة لا لا والله بالعكس يعني كانوا بيهتموا بينا وكانوا بيقدروني جدا جدا وكدت رغم كويسي جدا في المدرسة لما مشه يغترب الصوت غادر لكن لسه موجود في مواقع التواصل اجتماعية على اليوتيوب وكده فإحنا عوزين نرجع برضو الصوت الجميل ده الآن ونهديه لكل الناس السهرانين معنا فنسمع شون؟ جدا حانسمع أغنية مطر الأمل من كلمات الدكتور الشاعر صديق أحمد فرح شادول وأنا برضو يعني برسل له بالتحاية وهو برضو واحد من الناس الموقف معي كثير جدا جدا بين رأي وبين يعني مشاهمة الفنية وكان بالنسبة لي يعني أستاذ يعني ولا زال يعني كده أرسل كتوب واتلاحقت لكن بقول لي أنا كبيرتا بعدها خلاص ونستمع إلى مطر الأمل من الحالي نعم موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 يعني طوالي يعني في نغاش طوالي ويعني مرات الواحد لما يحبط كده بتاع يعني بيجي مساندة قوية جدا جدا وكده بتاع انك انت مسيرتك دي يعني مسيرة يعني ما ساهل انك انت تستسلم ولا أسيب ولا كده انسان مرات بيمر بيضعف كده حتى وانت في امريكا وعبدا في القاهرة برضو في تواصل ايوه ايوه بتشاور على المسطور الفني ايوه احمد برضو يعني كتير يعني انا احمد لانه قريب لي يعني في العمر يعني هو وراي طوالي فبين الشاور طوالي انا حقيقة ما 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 مسألة عابدة ولا احمد بس يعني انا عندي مجموعة من الناس دايما بيستشيرهم يعني حتى في امريكا برضو عندها اصدقائي يعني برضو الشاور معهم مفتكر انه انا مسيرتك دي ما ميخي يعني اه عشان اقدم تجربة تعجب يعني مجتمع باسره يعني لازم يكون فيها يعني شركاء اوتار كتير اي اي افراد كتيرين وانا بقول يعني مثلا فرغة الموسيقية بتاعتي يعني انا يعني اعزفت معي مجموعة من الفرغة لكن اكتر فرغة ومجموعة يعني كان لها اثر كبير جدا 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 وهي فرغة اوتار فما بقول لك بغيادة قسامة عوض ولا عز الدين محمد طاهر ولا حاجاتهم لانهم كلهم كلهم كانوا مميزين يعني كلهم غواد يعني يعني اي يزول عنده نكهته واي يزول عنده حاجاته وحقيقة ان احنا انا بجيب الغنية دي مما اجيبها لحد ما تطلع بيكون الغنية دي في حالة تغير ونغير دي ونخد دي وكده فالناس ديقول لهم اثر كبير جدا جدا دايما يعني انا بسجل لهم صوت شكر في كل المنابر بتاعتي وبقول للناس انه يعني الاعمال اللي بتقدم يعني انا ببعرف عند الناس التانين كيف لكن يعني سمحت من بعض الاساتذة يعني الموسيقيين اللي هم فنانين الموسيقيين يعني مساهماتهم في كتير الاعمال لتاع اساتذتنا اللي سبغونا وحقيقة يعني الموسيقيين الفنانين الموسيقيين جنود مجهولين يقوموا بدور كبير جدا خالص 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 ودائما يعني يعني بحقهم مهضوم يعني كده لكن أنا كلمة حق يعني أقولها وفاء لأهل الوفاء يعني فرغة أوتار يعني بغيادة كل الغيادات الموجودة فيها يعني ناس وقفوا معاي جدا جدا يعني السهرة دي هم يعني بيجوا في أوقات صعبة جدا جدا بضحوا براحتهم بضحوا بتواجدهم في منازلهم مع أطفالهم رجال محمد الصميحين منحيهم كلهم والله وكل العازفين يعني بأناملهم يعني بإبداعهم أهديتون منتوا روايا كثيرة عادي نسمع حاجة تانية برضو نسمع شو جدا نسمع الشوق العنيد من كلمات الأخ الصديق أحمد طاها والحان برضو الأخ الصديق الملحن البارع ضياء الدين مرغني وهو موجود في هولندا برضو بنحيه ونحي أحمد برضو ضياء من الناس الترك بفراغ كبير جدا جدا لأنه يعني ملحن بارع ملحن متمكن رغم صغر سنه في الوقت داك وعلى حد الآن يعني هو شاب لكن يعني عنده ألحان شيجية جدا جدا ومؤثرة والشوق العنيد دي أول أغني أنا جي استباع صوتي يعني في التسعين في سنة التسعين يعني كده سنة التسعين حنحكي القصة دي لكن بعد نسمع نسمع الصغر العنيد حنحكي القصة دي جاي عصد الصغر جدا نسمع اشتركوا في القناة موسيقى 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 سلامة ومن ثمات بسرعة اللي صباح انت عفلك لجنوب شرع ومن ثمات بسرعة اللي صباح ومن ثمات بسرعة اللي صباح ومن ثمات اختار بدأ أصناع لجنوب شهر ومن ثمات أغلب المميق لنزيب الحال لنهار موسيقى 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 شبك سنين آه انتنا شبك سنين بقلب عرين علانا ابحك بالرماك يبوت طلبك سعيد طلبك 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 سعيد وانت حال ثانية ترسم نمات الفرح عيد طلبك 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 اشتركوا في القناة 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 طوت ورزاد شوي آي شوي كده فقامت عني يعني بعض الأسئلة كده كنت بتغني وين وكده وبتاعه هناك كنت يعني مستصحي بحاجة واحدة إنه زماني كان ناس يعني بقول لك الفنانين اللي بيغنوا ويضربوا عدادات بره ليل وكده وشنو بتاعه هناك يعني بين صحون بإنهم يمشوا بالطريقة العديل ويجيزوا صوتهم وكده وبتاعه أول ما سعني قليت كنت بتغني وين أنا قلتها خلاص يعني يعني حسد بإنه أنا كنت بعمل في حيات غلط كنت كنت شغال عدادات في الوقت داك والله يا أخي ما بالصورة بتاعتي ما بالشكلة الكبير يعني قصتها ذاتها وبعدها ذاتها قلت ما كان في حوجة ذاته يعني إنه ناس البيت هو بصرفه عليك وكده وما يعني ما بقول لكن لما نقاب قل لك في طوالي ذكرت آخر حفلة ذكرت أي طوالي إنه يعني كان مستصحي في مخيلتي يعني إنه في ذاكرتي إنه يعني كنا بنمشي مركشة أمدرمان عندنا أخوان عزاء يعني سابقونا في المجال دا يعني مثلا أستاذ عادل التجاني في الدوحة وكده وأخي الأكبر والصديق للأسرة والأخوي الأكبر الفنان محمد السلسل في مركز سابقا مدرمان ويعني حاجت من الفنانين ديلي بغنوا كده بتاعه وكان يعني فيه برضو توتر كده إنه ديل الفنانين بتاعين عدادات ومستعجلين لشهروا كده فالبهم يعني القصة دي يعني وبعد داك ابتدت يعني الكلام يبقى هاي ألطف يعني كده بتاع إنه أنت صوتك ده صوت متدرب وكده وثم تجهزتك بها بعد داك هو قام قال ليه خلاص يعني إحنا أجيزنا لك صوتك وأجيزنا لحن الأغنية دي فالحمد لله يعني كانت يعني فرحة كبيرة جداً جداً أنا اجتيزت الحتة دي طيب طمام نحب منه خلاص أجيزنا صوتنا فنجوم نسمع أغنية تانية نسمع شنو؟ نسمع شاقيني للأستاذ الحال الأستاذ الماحي سليمان وكلمات برضو ديبتور رحمد فرح شادول نا نسمع موسيقى ساليني رقم الشوغلين ساليني وانا وانا سايل عليك ساليني رقم الشوغلين ساليني وانا وانا سايل عليك اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 بالقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بالقناة المترجم للقناة 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 فيه حكمة فيه مخاطبة للمشاعر لازم يكون في رسالة كثير من الناس يصابوا بيشبهوا مسألة الغونة دي زي الماركتنج زي التسوير يعني كأنه انت بتقدم سلعة للجمهور انت رايك شون في وجهة النظر والله أنا ما عارف لكن الغونة طبعا ما ممكن يكون سلعة يعني كده لكن يعني دي ذكرتني قصة طريفة جدا جدا أو فواحد من أخواننا من شركات الانتاج الفني وحكى ليه قصة وقال ليه يا اخنا يوم كده قلتها أمشي لأستاذنا عبد الرحمن الريح ربنا يرحموا وحسنوا ليه يعني بقدر ما أسر الساحة الفنية فقال مشاليه في البيت وليقواه يعني طبعا ببساطة الإنسان السوداني وكرمنا اللي انت بتعرفه داك فدق الباب والأستاذ فتح ليه الباب وقال ليه يا اخي هو ما بعرفه ما شافه قال ليه يا اخي السلام عليكم يا حق قال ليه عليكم السلام قال ليه يا اخي أنا فلان فلاني ودائر الأستاذ عبد الرحمن الريح قال ليه يا اخي أنا عبد الرحمن الريح فاندهش جدا جدا راجل بسيط جدا راجل الفنان المهول دا يعني زول بيفتح الباب هو براه وكده 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 وقاعد معه وقلت فضل يا ولدي قال لي اخي انا والله عندي شركة تحت انتاج فني وكذا ويعني عاوز ياخي اشتري منك وقل قال لي اخي انا ولدي الغنى انا ما عندي الغنى للبيع ايوه فقال لي اخي فالغنى ما بيعوه وقال لي داع مشاعر وحاسيس وغيم وكذا وبتال ما سلع يعني بيشتروها وكذا اصي بيعوه يا وصاب والله يعني انا اقول لك احنا كمان ما دورنا برضو يعني انه احنا قرضو نساهم يعني وندلو بدلونا يعني في في الصدد دا يعني حتى لو اختلفت التسميات لكن يظل تظل السوابت سوابت نعم حتى لو الناس تعامت عنا يعني ده ما معنى انها راحت لكن بس الناس رايحين لكن هيجي زمن ترجع تاني اكيد طبعا ما في شك اكيد اكيد مش يجي زمان هي موجودة اسعلي وراجعة بدليل نعم نغطل عنها لكن بي اتكلم عنها نعم نحنا في محطة هنشاهدة انا وانتو والناس اللي بيشوفونا احنا خضرنا واحدة من بروغاتك عشان برضو عاوزين نقول للناس جزء من الجو العام بتاع البروغ كيف يعني مسألت انتاج العمل الفني الغنائي بياخد جهدي كبير جدا من الناس رغم انه بتكون في قفشات بكون في وانا سوضحك بالهامش كده لكن الغالب العام انه بكون في جهدي بيوب ذل يعني الناس هما هنا تطلع منتوج يستحق ان نقدم للجمهور فنتابع هذه المحطة ونرجع تاني وساما يعني علاقتنا معه ما علاقت فنان علاقة وسرية وعلاقة فنية يعني ما منح يسينه ده فنان قدامنا يعني زي اخونا واكتر وفترة الاختراب طالت ونتمنى انه يجينا راجع تاني ويسير الساحة الفنية انا من العزفين الحديثين اللي انضمت على الفنان وصاما الشيخ ما قعدت معه كثير لكن يستحقين ويجبتين انه إنسان الله يستحقين للإنسان يشتغل معه موسيقى 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 الكلام عن أخونا ومسام الشيخ بطول ومعرف تيبيو يعني ما كانت عندنا علاقة بفنان ولا كده يعني نحن يتلاقينا في غصر الشباب والأطفال ودرسنا سوا هو طاح أكبر مننا الدفع لقدامنا لكن تلاقينا والمعرفة ما كانت فنان وعازف وكده موسيقى 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 يمكن الحياة من بداية فجرة فرقة دوتر لاني علاقوا من قد عطينا الحدي لها ونتمنى يعني يتساهم يكون قاين انا طبعا اسامة بالنسبة لي يعني هي صلة جرابة ويعني عموا هو خال بالنسبة لي واسامة طبعا من اسرة فنية منتدة يعني من جدا كرم الله الشيخ ورحمة الله الشيخ وما يليه من المغنيين وتقريبا اسامة من الفنية الوضعوا بصوتهم في التاريخ الغني السودانية بتميزه باسلوبه في ألحانه في أداؤه يعني اسامة أنا مما شاهدته وما شاهدته بقليه تفنان وإنما اسامة الشيخ يعني فهجرته كانت خصما عليه وخصما على جمهور ومعجبيه وبنتمنى انه دي تكون فاتحة خير في انه يعود للسودان وعيد لجمهوره والبلد محتاجة لي فنانين زي وسامة عشان ما يجاره شيء الحاصل في الساحة الفنية وبنتمنى له توفيه ونطلب منه ونحب في نغاش كتير طوالي معه في انه يا أخي أو نغاش بيكون مرات حاد في انه يا أخي وسامة مطالب بانه يكون موجود في السودان وأمريكا كفاية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يعني واصحاب مع بعض حتى الآن نعم حقيقي والله يا أخي والحياة ربنا يرحم الإخوة العزاء نادر ومحمود ويعني كانوا يعني أصدقاء وإخوة مميزين جدا جدا الألغات حتى كانت أسرية بينكم أكيد والله حقيقي وبعدين لما نتلاقى في مناسبة مع بعض بنكون فرحانين جدا جدا والواحد بيأخذ الإحساس والدافع لما نسمع يعني واحد من الإخوة غنى يعني بيكون مبسوط جدا جدا والموت بتاعه بيرتفع يعني إحساسه بيرتفع بأنه حيقدم حاجة أجمل وكذا يعني ما عنده فكانت يعني منافسة شريفة وحفيفة معكم جمال فرفور برضي جمال طبعا طبعا الشملة يعني هو يعني للجيل البعد نطواري يعني باشرة يعني والحاجة يعني أردو نحييه يعني كل سنة وموطيب يعني بمناسبة الإيدي و يعني يعني للجيل جبعدنا يعني جمال وأخطاها وأنت في الغربة في الخليج وفي أمريكا كنت متواصل معهم والله يا أخي ما نقضب عليك يعني بصراحة يعني الغربة أخذت مننا كثير والواحد ما يعني بلوم نفسه إنه ما تواصل معهم كثير وكذا لكن أنا أسح حاليا يعني يعني في جيت دي الحمد لله يعني التغذب بكل شباب ديل و يعني على وعد إنه إن شاء الله حنتواصل وكذا و تقوم بيناتنا علاقة يعني أجمل وأكثر يعني قرب يعني من ما كانت عليه يعني كثير من النقاد ومن الناس اللي هم علاقة بالساحة الفنية يعني المستوى النقدي يتكلم عن إنه لو كان أسامة الشيخ في السودان و كثيرين يعني من ابناء جيلك اللي سرقوا من الاقتراب من السودان كان شكل الخارطة الفنية و شكل الساحة الفنية الآن موجود كان حيكون متغير بيعتبر إنه كنتم ملهمين لعذة كبير جدا من الشباب يعني والله شوف يعني لكن عندما ما بحسسك بأنه أفروض تجي راجح خلاص تبطل القصة دي والله هو طبعا الناس يعني زاتوا في خلال شهرين أجي مراطين و كذا ده تمهيز ذاته للعودة يعني كذا و إحساس بالمسؤولية تجاه زملائك و تجاه الناس اللي بيسمعوا و يعني معجبية الفن و محبية الفن السوداني ف يعني قصة العودة دي يعني هي تدريجية إن شاء الله يعني حتكون أنا حتكون متواجد بكسر يعني في طبعا خطة السبعة سنة دي كانت من 2001 لحد 2008 ايوه. دي كانت سبعة سنة كده. لكن بعد ذاك تاني بيجيت. بيجيت نجي اوال يعني بعد فترات وكده وكده. لكن دار اقوله يعني مسلا مسيرتي انا ومساهمتي هي يعني مربوطة بوجود ناس حولك. يعني هما ذاتهم يعني عشان فنان يحدث تغيير براه وكده ده صعبة. لكن لازم يكون حولوا ناس عندهم فكرة معينة وكده. ويخلقوا خط موازي للشيء مسلا حاصل لو هم مسلا ما رافضين الشيء اللي بيقدم الفنانية الشباب الان. فلازم انتم تجييفوا في خط يعني وتناصروا الخط ده وتدعموه بكل ما عندكم تهيئوا له الجو تخلقوا له مناخات يعني انه يعني مختلفة وكده ومسارع كده. فاكيد يعني انا وجودي برضو يعني اه كان ممكن يكون دافع وممكن يعني يعني بي. يعني يعني اسفة المقاطعة في كتير من الفنانين الشباب الان ارقان في الساحة الفنية. منهم حسين الصادق مسلا ومعطة الصباحي وغيرهم بتكلم عنه اه يعني اسامة كان ملهم بالنسبة لينا كان زي اخونا الكبير كان داعم بالنسبة لينا الفتخة اللي برضو يعني بتكبر شوية كده المسؤولية وبتسرع الجاية بتاعتك للسودان. والله يا الواحد طبعا يعني افتخر بالكلام ده يعني يعني الاخ حسين اخ اصغر وما شاء الله يعني فلنام ماشي في خط كويس جدا جدا. انا يعني حقيقة زي ما انت قلت المسؤولية كبيرة لكن لما انتجه مسلا الناس عندها دافع انها تقدم اعمال وكده وتبتشجعك وتورك انك انت يعني فعلا بزلت يعني مجهوج وعملت خط يعني الناس تمشي فيه وكده وكده وزي ما انحنا برضو جينا لقينا الناس سبقونا ويعني كان لون الفضل من بعض رب العالمين في انه انحنا برضو نقدر نقدم اعمال وكده فبرضو دواجبنا برضو انحنا تجاه الناس الاخواننا الاصغر مننا وكده وتساعدوهم ويعني لما نشاوروكم تنصفوا ايه متواصل معكم مشاهدين الاكارم ووسامى الشيخ جوعطر هذه الامس باعمال جميلة جدا وحوار اكثر من رائع لكن بعد هذا الفاصل قصير مرحبيكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل نتواصل معكم في هذه السهرة ومع ووسامى الشيخ وصامى مرحبيك مرة تانية وكهو الناس اللي قالوا لك تعال راجع والله الراجع دي يعني انا ما اقضب عليك حتمية بالنسبة لي وانا يعني الدليل على كده قلت لك انا جيت مرتين في خلال في تمهيد للمسألة ذي كده في تمهيد يعني كده لانه والحيال الارتباط باجواء وببلد تاني لفترات طويلة خصوصا يكون معاك اسرة وكده 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 لما بتجي ساكت كده يعني صعبة فالواحد هو بيحاول يمهد للرجع دي وان شاء الله يعني في القريبة العاجل لانه يعني الفن السوداني محتاج ليكو لكثيرين يعني انه يقدموا فعلا يعني اعمال تستحق انها تورد لكل الجمهور مستمعي الى عمل شنو؟ انا هاغني اه وانية طبعا الناس توالف من كلمات والحان اختي العزيزة عابدة ان شاء الله تنالي اعجابكم نعم ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة